نعين مجلس الدولة الصينية عدد من كبار المسؤولين من منطقة هونكون الإدارية الخاصة وفقا لترشيح الرئيسة في دين منتخب في المنطقة كاري لام وسيبقى ثلاثة مسؤولين كبار بمن فيهم السكرتير العام الحالي شين كين تشونغ والسكرتير المالي شان موبو والسكرتير للعدل نمسكي يون في مناسبهم وتشمل المناصب الرئيسية الأخرى رئيسي إدارة الهجرة وقوة الشرطة وسيتولى الرئيس التنسيذي للمتخب كاري لام وجميع المسؤولين الرئيسيين الواحد والعشرين الذين تم تعينهم حديثا مهمهم في الأول من يوليو القادم بمناسبة بداية الفترة الخامسة لحكمة هونكون